يتم تحديد بداية ونهاية شهر رمضان من قبل التقويم الإسلامي القمري بداية الهلال هو عادة يوما أو أكثر بعد ميلاد القمر الجديد فلكيا الذي يمثل بداية الشهر الجديد وعادة ما يمكن تقدير المسلمين لبداية رمضان بأمان ومع ذلك لكثير من المسلمين هذا لا يتفق مع الأحاديث الموثقة التي تفيد بأن تأكيدا بصريا يلزم لرؤية الهلال في المنطقة وقد وجدت الاختلافات ثابتة منذ زمن محمد صلى الله عليه وسلم